والحياة عنا نروح للدور المهم اللي بتقوم بيه وزارة تضامن الاجتماعي في توفير حياة كريمة كتير جدا من المبادرات الرئاسية الهامة جدا اللي بتنفذها الوزارة واللي تحت رعاية سيد رئيس وإشراف وزارة تضامن الاجتماعي وإنه يكون فيه كمان حياة كريمة لكل مواطنة على أرض مصر بعض البرامج أو المبادرات اللي بتقوم وبتهتم بيها وزارة تضامن الاجتماعي المتعلقة بكبار السن ودمج كبار السن اللي هم بلا مقوى مع أيضا الأطفال اللي هم بلا مقوى وده عشان يتم تحقيق نوع من الألفة والتجانس يعني يديهم روح الأسرة يكون فيه مثلا اللي بيقوم بدور الجد والجدة مع الأطفال دول اللي هم كمان محرومين من إنهما يكون عندهم أسرة وكبار السن أيضا محرومين من إنهما يكون عندهم أولاد يرعون المجهود الكبير الحياة اللي احنا بنتابعه على مدار الفترة اللي فاتت من خلال تدخل أو فرق تدخل السريع عشان تنقذهم كثير جدا بنشوف مثلا على طول ما يتم رصده مثلا إنه بعض الأشخاص اللي موجودين مثلا في الشارع بيتم التعامل معاهم بينزلوا لهم بيكلموهم وبيوفروا لهم حياة كريمة هنكلم في الجزئة دي مع ضيفنا اللي بيناورنا في الستوديو قالوا سيد محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي صباح الخير عليك سيد محمد صباح محمد صباح الخير عليك سيد محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع تقريبا تم انشاءه من ست سنين من الفين واربعتاشر لتعامل مع بعض المشاكل زي مشاكل اللي بتبقى في دور الرعاية الايتام واللي هي المشردين او اللي هم المواطنين كبار سن يعني حتى مشاكل دور الرعاية تتعاملوا معيها مش بس اللي موجود في الشارع بالضبط يعني احنا اصل فريق التكوين الاساسي بتاعه كان دور الرعاية الاجتماعية اللي انتم تكليفه بيه التعامل مع الحالات اللي هي موجودة في الشارع بلا مقوى احنا بنتلقى ازاي اللي هي الحالات بتاعتنا بتلقاها من مصادر متعددة السوشيال ميديا ده اساسي عندنا دلوقتي عندنا خط الوزارة اللي هو 1639 يعني فيه فريق قادر يتابع موقع التواصل الاجتماعي اي حد على السوشيال ميديا بيحط اي صورة ليه مشرد او طفل صغير في مكان على مستوى الجمهورية احنا طبعا لنا فرق على مستوى الجمهورية كلها من العاملين داخل وزارة التضامر الاجتماعي فيه عندنا خط تاني اللي هو 16528 ده خط منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برضو ده من ضمن الحاجات اللي احنا بتبلغ بيها زي التكلفات مع الوزيرة الدكتور انفين القباش طيب لما بتستقبلوا البلاغ يمكن بعض الناس مش فاهمة طبيعة عملكم يعني انك تقنع واحد عادة بيبقى خلينا اتكلم احردك بدون ما ندخل في امور معقدة الناس كتير بتبقى مش عايز يروح دار يعني مش عايز يروح مكان دار رعاية هو عايز يبدو حابب القعدة حابب القعدة وعايز يبدو في الشارع هو احنا خطوات برضو التدخل بتاعنا ان احنا طبعا بنتواصل مع مقدم الشكوى عشان تبقى فيه نوع من الشفية ان فيه حد رد على الشكوى بتاعته بنبدأ نسأل اخر مرة شافوا فين شافوا كان ازاي بعض التفاصيل دي بتساعدنا كتير ان احنا نوصل بسرعة للحالة بعد كده بننزل بقى بنوع معايا طبعا احنا الفريق بتاعنا مكامل اخصائيين نفسيين واخصائيين اجتماعيين مدربيين بترس اقول حركة الجزئية دي او لانه طبعا احنا بناخدش حد عنوى لان ده مش قانوني وفي نفس الوقت الدار اللي انا هوادي فيه او المؤسسة الرعالة اللي انا هوادي فيها هو مش هيبقى محبوس حريته يعني لو رفض بتثبوت رجعوله تاني ولا بتعمله ايه احنا طبعا بيبقى معنا صور على الموبايلاب بتاعتنا بالدور اللي احنا ممكن هو يروحها بنوري له حالات قبل وبعد لو بنحاول نتنع ان هو حتى لو حابب بس ان هو يشوف المكان يعني يتعرف على المكان ويشوفه ان هو طبعا لو حابب يخرج في اي وقت محدش هيقيده او يحبسه لان هو طبعا مش ضده اي حاجة قانونية وفي الاول وفي الاخر احنا جايين عشان هو بدل ما طبعا يتعرض لمشاكل كتير في الشارع طبعا ده غير برد الشتة زي اللي هيحصل للفترة الجاية طبعا انتوا قمتوا بشغلة حلوة قوي لحيا الشتة اللي فات اه الحمد لله احنا بنحاول ان احنا جايين لمصلحتك انت تعالوا وجرب مش هتخسر حاجة والحمد لله يعني في حالات كتير بتيجي معنا وفي حالات تيجي مثلا وتشوف المكان ويقول لأ طب سبنا فترة وكده وبنرجع له تاني طبعا احنا بنعمل بكل الحاجات دي طبعا خطة زيارات سواء اللينا او للفرق المحليات التابعة للفريق اشتركوا في القناة